اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين الرئيس الجزائري يحذر من التسرع في استغلال الغاز الصخري ويدعو الى دخاره واللجوء الى مصادر متجددة كبديل تحرير مساحات شاسعة في الحسكة ودير الزور والرقة يحيي امال سوريا بالاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي اهلا بكم قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في منتدى الانتقال الطاقوي ان بلاده ستكون فاعلة في سوق الطاقة المتجددة بعد عام 2030 بوتفليقة وفي رسالة الى المشاركين في فعاليات المنتدى الطاقوي الذي ينظمه منتدى رجال الاعمال اكد ان الجزائر لن تتسرع في استغلال الغاز الصخري وانها تسعى الى دخار 300 مليار متر مكعب عن طريق اللجوء الى الطاقات المتجددة اسامة عبدالنور من الجزائر بدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كل الهواجس التي حركت سكان الجنوب المتخوفين من مخاطر استغلال الغاز الصخرية واكد وزير الطاقة في منتدى الانتقال الطاقوي ان الجزائر تسعى لدخار 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي تستغلها باستعمال الطاقات النظيفة لدينا قدرات تبلغ 22 ألف ميجاوات من الكهرباء المتجددة ولسيما شمسية طويلة الامد واحدة من الخصوصيات الاساسية لبرنامج استراتيجي سيمكننا من اقتصاد نحو 300 مليار متر مربع من الغاز وهو حجم مضاف لاحتياطاتنا ورقة طريق واضحة المعالم سترها الرئيس بوتفليقة في استراتيجيته التقوية الجديدة الرامية الى تحقيق الانتقال الطاقوي في الجزائر افاق 2030 رؤية ترتكز على الاستغلال العقلالي للموارد الطبيعية واستهلاك الطاقة النظيفة بشكل تدريجي لكن من من الوكلاء سيحظى بعقود الاستغلال؟ تنافس امريكي فرنسي في الخفاء على الضفر بعقود التنقيب واستغلال المكامن الطاقوية الجزائرية من الغاز الصخرية تنافس وصل حد الضغط على السلطات الجزائرية ومحاولات تحريك السكان الجنوب معذلة دفعت الجزائر الى تحصين الامن الطاقوية نمتلك احتياطات هائلة ولعل من اكبر احتياطات على المستوى العالمي من الغاز الصخري ان رئيس الجمهوري اكد على ذو التثمين هذا المورد حتى يزاوج ويرافق ترقية التقاتل المتجددة والان معظم الشركات اللي كانت في البترول والغاز تحولت الى الطاقات المتجددة على سبيل المثال ليني الايطالية التوتل على سبيل المثال غاز دي فرانس كذلك البي بي البريطانية الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحقيق الانتقال التقويس يسمح بخلق اكثر من 30 الف منصب شغل لسكان الجنوب فيما تعيد شركات وطنية بمضاعفة العدد الهدف في التغيير التقوي في الجزائر هو خلق فرص عمل والدراسات اللي قاققوا منها بها كمتعاونين وكمنظمات ارباب عمل وكذا وكذا انها حوالي ستمية الف شغل مباشر وغير مباشر ولهذا بالنسبة لسنة 2030 احنا نتسنناه اليوم تشزيد الشيء هذا بالمناقسات مخاض عسير سيسبق تحقيق الانتقال التقوي في الجزائري وتدافع على عقود الاستغلال بلغ حد التنافس التكنولوجي والمزايدة بأقل الأثمان أسام عبدالنور العاصمة الجزائرية الميتينة أكد حاكم البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري أن النظام الجديد الأكثر مرونة لسعر صرف العملة سيعزز النموب الاقتصادي ويرفع التضخم بنسب ضئيلة جدا ليصل إلى واحد وتسعة أعشار في المائة كحد أقصى الجواهري قال إن ذلك سيدعم القدرة الشرائية للمواطن في محاولة لتهديئة المخاوف الشعبية من السياسة المالية الجديدة ودخل نظام الجديد حيز التنفيذ يوم الاثنين بعد مناقشات استمرت سنوات لهذا الإصلاح الذي يرمي إلى تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد المغرب بتشجيع من صندوق النقد الدولي انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التوليسي للشغل سامي طاهري قانون المالية لسنة 2018 وقال في مقابلة مع الميادين إن القانون يثق الكاهل المواطن بإجراءات مالية ناتجة من فشل الحكومات المتعاقبة وعجزها وقال إن الحكومة الحالية عمقت الفشل وبدت ملتزمة إملاءات صندوق النقد الدولي على حساب المواطن التونسي لا هي فعلا إملاءات بدون مزدوجين هي تعليمات يمكن أن نقول وهناك أمناء على تطبيق هذه التعليمات هناك أشخاص يحرصون ويقدمون كل الإمكانيات والتسهيلات والتبريرات الإيديولوجية والسياسية وحتى التقنية من أجل تطبيق هذه التعليمات في الحكومة طبعا ولهذا لا يمكن أن نقول بأن الحكومة حرة في كل إجراءاتها ما أخذنا أن هذا القانون اعتمد بالأساس على إثقال كهل أجراء وكهل الشعب بمزيد من الإجراءات التي تحملهم مسؤولية العجز والفشل الذي تعيشه الحكومات المتعاقبة والتي زادت الحكومة الحالية من تعميقه إلى جانب هذا فإن هذه الميزانية لم تعمد إلى إرساء منظومة جديدة يمكن أن تمكن من استخلاص أكثر ما يمكن من المال العمومي في اتجاه تجميع الجباية والضريبة وغيرها تتابعون الحوار كاملا يوم السبت في تمام الخامسة ونصف مساء بتوقيت القدس الشريف والآن إلى مصر حيث قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده فقدت ما بين 80 و90 مليار دولار في السنوات السبع الماضية في إشارة منه إلى تراجع السياحة المصرية ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسا للعملة الصعبة لكنه تأثر بشدة جراء سنوات من الاتراب السياسي وتفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء أكثر من 40 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية التي سددتها القاهرة في أكثر من عامين وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن مصر أنفقت 500 مليار دولار في السنوات السبع الماضية من دون أن يوضح أوجه إنفاق تلك المبالغ لكنه حدد قيمة الالتزامات الخارجية كالقروض وتكليف الاستيراد وأضاف أن القاهرة لقت مساعدات خارجية بقيمة 30 مليار دولار تمثل عودة أرياف دير الزور والرقة والحسكة الخصبة زراعيا إلى سلطة الدولة السورية فرصة مهمة لإعادة تدوير عجلة الإنتاج الزراعي للمحاصيل الشتوية الاستراتيجية كالقمح والشعير التي شهدت هذا العام توسعا ملحوظا لماحية انتشار الزراعات البعلية الاستقرار وإعادة إقلاع بعض معامل الأسمدة وانخفاض المساحات المزروعة بالمحاصيل العطرية عوامل تساعد سوريا على إعادة إنتاج مادة القمح الاستراتيجية بكمية تؤدي لخفض الاستيراد والاعتماد على الأراضي الزراعية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لتاريخ اليوم في عندنا زيادة بمساحات البعلية ملاحظة أن الزراعات البعلية وصلت لـ 90% عندنا محصول الشعير البعل تاريخه 300 ألف هكتار بما يعد لـ 90% من الخطة الزراعية القمح البعل 168 ألف القمح المروي 71 ألف هكتار طبعا هي مقدمة إن شاء الله بمحاصيل البعلية رح نتجاوز الخطة الزراعية ومرتبطة بالظروف المناخية بس إن شاء الله الظروف المناخية بدأت تبشر بالخير وتسعى وزارة زراعة سورية عبر مديرياتها في المنطقة الشرقية من سوريا إلى إعادة الحياة لكل شبر من الأراضي الزراعية ودعم المزارعين عبر الإرشاديات المتوافرة في الأرياف لدعم إعادة زراعة هذه الأراضي بمحصول القمح ما يسهم في رفع الإنتاج الزراعات البعلية فالحمد لله العام الماضي الموسم الماضي والموسم الحالي إن شاء الله سنكمل للخطة إن شاء الله وسنتجاوز الخطة بالنسبة للزراعات البعلية سواء كانت للقمح أو للشعير انخفاض كبير في كمية العقماح شهدته سوريا خلال السنوات الماضية نتيجة خروج الأراضي الرئيسية المنتجة لهذا المحصول عن سيطرات الدولة لتمثل عودة أرياف الحسكة ودير الزور والرقى وحلب حافزا لعودة تدريجية لرفع الكميات المنتجة من هذه السلعة الاستراتيجية أكد وزير الاتصالات الروسي أن روسيا تنوي مساعدة سوريا على تعليم طلاب كلية المعلوماتية وعلى إعادة بناء خطوط الاتصالات وقال إن روسيا مستعدة لعرض خبرتها على سوريا لمنع انتشار التطرف في الإنترنت واقترح الوزير إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين روسيا وسوريا لتعديد التواصل بينهما لافتا إلى أن إيران والعراق قد يصبحان شريكين في هذا المشروع قدم نواب أمريكيون مشروع قانون ينص على تغيير بنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران وعلى تشديده أكثر على أن يعاد فرض عقوبات على طهران إذا لم تحترم البنود الجديدة وقالت النائب الجمهورية ليست جاني إن أي اتفاق يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش بما في ذلك المنشآت العسكرية في أي مكان وزمان وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الأوين الأخيرة قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي إلا أنه أعطى مهلة للأوروبيين من أجل أن يساعدوه على تشديد بنود هذا الاتفاق بهذا نختم النشر المزيد زور موقعنا الميدين دوت نت باللغطين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة